بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي مشاهدي قناة الأهل في برنامجكم ملك وكتابة يا أهل الحصانة ماذا عن حصانة المواطن إبراهيم أهلا بك يا بشمهندس أهلا بك يا عزائي المشاهدين واللقاء الخميس في موعدكم مع ملك وكتابة حلقة أعتقد تأتي في أيام مفرحة وظروف مبهجة وتساؤلات أيضا مشروعة لعل السؤال الأكبر اللي استهل بيه المواطن سعد للحلقة يا أهل الحصانة لمن الحصانة؟ فين حصانة المواطن؟ لو أنا أتمتع بالحصانة أستطيع أن أسبك ونعتدي عليك مرة واثنين وثلاثة وإذا جرؤت بالرد علي فأنت مهدد بسحبس وإعمال القانون أين حقك بعد أن انت زعت حقك حد يجاوب لنا على السؤال ده هي الحصانة مقصود بها إيه؟ أن تحمي المواطن الذي يتحمل مسئولية إضافية أن يحسب على أراءه ومواقفه وليست أبدا أنها بتدلوا لخصة للاعتداء على الناس فمن يفعل هذا؟ قلونا الطريقة اللي نتحاسب به هل هناك جهة في البرلمان نستطيع أن نلجأ إليها؟ مثلاً يقول لنا لا ما تحققوش معاه؟ إلجأوا لنا نقول لهم حاضر عنينا الاثنين لكن ماذا عن أمهات المواطنين وأعراض المواطنين وصمعة المواطنين؟ ماذا عنهم؟ أعتقد ده سؤال مشروع وسؤال يكثر على ألسنة الكسيرين فكرة الحصانة البرلمانية لم تعطى لأحد أو الحصانة عمتاً أمام القانون لم تعطى لأحد إلا لأعضاء مجلس التشريع ومجلس النواب وأعطيت لهم فقط تحت قبة البرلمان لا والهيئة القضائية وكل من يتمكن حتى يتمكن عضو البرلمان من مواجهة السلطة التنفيذية ومن عرض أراءه بمنتهى الحرية ومنتهى القوة في إرساء القانون لكن حصانة بر إطار القانون هذا ما يحتاج إلى توضحات كثيرة لخدمة هذا المجتمع